بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة الحادية والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام مستمع إذاعة نداء الإسلام إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ أيكم الله مبارك فيك قال رحمه الله تعالى بعد فراغه من باب قراءة القرآن باب صلاة الجماعة نعم صلاة الجماعة الصلاة الجماعة أقلها إثنان الإمام ومعه واحد صلاة الجماعة أقلها إثنان وأما صلاة الجمعة فأقل عدد لها على الصحيح ثلاثة قال رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار نعم أثقل الصلوات على المنافقين والمنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر واللياذ بالله هذا هو النفاق الأكبر هذا هو النفاق الأكبر المخرج من الملة أثقل الصلاة على هؤلاء صلاة العشاء لأنها وقت النوم لأنها وقت النوم وأيضا لأنهم لا يرون هم يرون في صلاتهم فصلاة العشاء لما كان المسلمون في ذاك الوقت يصلون في ظلم ليس عندهم مصابيع وسرج فكانوا المنافقون يتخلفون عنها لأنهم لا يرون وهم لا يريدون الأجر وإنما يريدون الظهور والتظاهر بالصلاة وهم غير مسلمين وصلاة الفجر لأنها أيضا تأتي وقت النوم والإنسان نائم في نوم الليل فهم لا يقومون لصلاة الفجر لأنها ليس فيها ظهور لهم ولا يفقدون فيها نعم قال ولي أحمد رحمه الله لولا ما في البيوت من النساء والذرية نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا أن يصلي بالناس فهذا فيه استخلاف الإمام من يقوم مقامه عند الحاجة إلى ذلك ثم وخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة يعني لا يحضرون صلاة الجماعة وهم المنافقون أو المتكاسلون من غير المنافقين فهو حرق عليهم بيوتهم فهذا فيه أن رجل الحسبة له أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا كان هذا لإقامة الحسبة على من يستحق العقوبة نعم رسول الله إليكم قال ولمسلم عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ول دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب نعم هذا الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى ولا يستحصل على قائد يؤديه إلى المسجد ويتعرض لهوام وإلى حفر وإلى يحتاج إلى قائد ويشق عليه حضور صلاة الجماعة بدون قائد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له وأن يصلي في بيته فرخص له فلما ول دعاه قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة فدل على أن من يسمع النداء فإنه لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة في الحديث الآخر من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر فمن سمع النداء وجب عليه الإجابة وإذا كان يعترضه أشياء فإنه يعمل ما يخلصه من هذه العوايق نعم وله عن ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف نعم هذا طرف من حديث بن مسعود رضي الله عنه في صلاة الجماعة قال فيه ولقد رأيتنا يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق لأن المنافق لا يعبأ لا يعبأ بما فرض الله وما شرعه الله عز وجل لعدم إيمان لأنه ليس في قلبه إيمان يحفزه على الامتثال فهذا ما حصل من بيان بن مسعود لحالتهم مع صلاة الجماعة أنه لا يتخلفون عن صلاة الجماعة عين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها إلا منافق وأما من فيه إيمان فلا يتخلف عنها هذا دليل على أكدية صلاة الجماعة نعم وعن أبي هريرة مرفوعة صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام فيه مصلاه اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة نعم وهذا فيه الحف على صلاة الجماعة وأن من صلى الجماعة فإن الملائكة تصلي عليه وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام جالسا فيه مصلاه ينتظر الصلاة أو جلس بعد الصلاة فإنه يحصل على دعاء الملائكة واستغفارها له وإلى فضل عظيم صلاة الجماعة نعم أحسن الله إليكم مما تقدم من هذه النصوص في هذا الباب العظيم تبين أهمية وفضيلة صلاة الجماعة والتأكيد عليها ومنهج الصحابة رضي الله عنهم في المداومة والمواظبة عليها ويعدون من تخلف من المنافقين ومنافق معلوم النفاق كما تقدم ما النصيحة والوصية والتوجيه معالي الشيخ إلى الشباب وعموم المسلمين والشباب على وجه الخصوص اليوم في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والصوارف وقلت فيه العناية بالمواظبة على الفروض الخمسة في جماعة المسلمين نعم هذه النصوص وغيرها تدل على آكدية صلاة الجماعة وعلى أنه لا يسعى المسلم أن يتخلف عنها من غير عذر يحول بينه وبينها وأنهم حتى من كان فيه تعويق فإنهم يأتون به يهادى بين الرجلين يمسكوا رجلان حتى يقيماه في الصف هذا الدليل على حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة وأنه لا يتخله عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض لا يستطيع الحضور قد أذن الله له وسمح له بأن يصلي في بيته لكن من كان معافا وقادرا على الحضور فلا يسعه أن يترك صلاة الجماعة بدل قد لا تصح صلاته إذا صلىها في بيته وهو يقدر على حضور صلاة الجماعة ومن العلماء من يرى أن حضور صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة بناء على ما تفيده هذه الأحاديث نعم أحسن الله إليكم قال ولأبي داود الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلىها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة نعم هذا فيه فضل هذه الصلوات الخمس وما فيها من الأجر وأن المسلم يحافظ على هذه الصلاة حتى ولو كان وحده في فلاة كالذي يرعى الغنم أو له داع في أن يذهب إلى الفلاة ويصليها في الفلاة أن الله يكتب له خمسين صلاة وهذا فضل عظيم إن المسلم يحافظ على صلاة الجماعة حتى ولو كان وحده ليس عنده أحد يحافظ على الصلاة حتى ولو كان وحده ليس عنده أحد فإنه يحافظ عليها ويقيمها نعم وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعة لو يعلمون ما في التهجير لستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا لو يعلمون ما في التهجير يعني الذهاب لصلاة الظهر مع ما فيه من حرارة الشمس ولو يعلمون ما في العتمة ويصلاة العشاء والعتمة هي الظلمة صلاة العشاء فلو يعلمون ما فيهما من الأجر فإنهم لأتوهما ولو حبوا إذا كان لا يستطيع أن يمشي على رجله فإنه يحبو إليها على يديه ورجليه ليدرك هذا الثواب العظيم وهذا الفضل الكثير من الله سبحانه وتعالى ففي هذا فضل الصلوات الخمس وفضل صلاة الجماعة وفضل أداء الصلاة ولو كان منفردا في فلات أو في مكان ليس فيه سكان أو ليس فيه حضور يصلون معه أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس وهذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ ما تفضل به نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير والسلام عليكم